الفعاليات التي قدمونها نادي خورفكان للمعاقين في خورفكان طبعا هناك مشاهدين الكثير من المؤسسات المجتمعية التي وجدت لترعى وتهتم بفئة معينة من فئات المجتمع مثل نادي خورفكان للمعاقين الذي دائما حريص على أن يقدم كل ما يخص ذوي الإعاقة اليوم معنا نحن مشاهدين في صباح الشرقية الأستاذ محمد أحمد الكندي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين ورئيس اللجنة الثقافية في النادي صباحك الله بالخير يا مرحبا بك أستاذ محمد يا أهلا فيك صباح شاء الله بنورك يا أهلا فيك طبعا أستاذ محمد نحن بنتكلم عن إحدى الفعاليات والأنشطة اللي نظمتوها لهذه الفئة واللي كانت هي يوم أمس كان هناك في دورة في الإصعافات الأولية نبغي نتعرف عليها أكثر شو تضمنت هذه الدورة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دورة الإصعافات الأولية من ضمن الإنشطة اللي تبعها النادي ونقوم فيها تقريبا بصفة سنوية تقريبا طبعا دورة بدأت بتعاون مع مسجد فخور فكان وهم أسألوا لنا الشخص المناسب للدورة هذه والحمد لله هو تناول عن بعض الأمور التي تهم المعاقين والتي تفيدهم أكثر وأكثر في التعامل مع الأشياء الطارئة التي تحدث في أي وقت لهم طبعا هذه هي دورة الإصعافات الأولية تم تعرف فيها مثل ما ذكرت المعاقين بكل ما يخص الإصعافات الأولية كيف يصعفون نفسهم كيف يصعفون الأشخاص المصابين أمامهم كيف كان تقبل الأعضاء وتقبل هذه الفئة لهذه الدورة؟ هل هناك كان في تفاعل كبير معهم؟ هو شيء طبعا ما يبنى لها كدورة تخصصية بالضبط يبنى لها بشكل عام عشان يتقبلوا هذا الشيء هذا في نفس الوقت ما شاء الله هم يتفاعلوا وإندمجوا مع الوضع وإستانسوا في هذا الشيء هذا حبوا الدورة لأننا حبوا الدورة وعرفوا أشياء جديدة في أفادتهم شيء جميل نزيل أستاذ محمد ما شاء الله عليكم دائما وفعالياتكم مستمر على مدار السنة قدمون فعاليات أنشطة برامج ودورات لهذه الفئة لكن هذه الدورات هي مخصصة لذوي الإعاقة والأعضاء المتواجدين في النادي ولا في مجال أيضا أحد يشارك منه الجمهور اللي خارج النادي طبعا نحن الدورة هاي مخصصينها لنهالفئة بس لا يمانع أنه إذا حدي يمبرأ في نفس الوقت نحن نتواصل مع المؤسسات إذا عندهم حضور أو شيء يستفيدوا من هالدورات بالعكس نحن نخصي لهم ونحن كنا أول في البداية كنا نخصي برنامج كل شهر سيصنع نسوي ثلاث برامج شهريا كل شهر ثلاث برامج وإن شاء الله فيه دورة إياه به دورة التعامل بالإشارة مع السبنة وطبعا مخصصة لكل سواء من النادي أو براء النادي يعني نقدر نحن نشارك فيها أيضا أي حد يكتر جميل إن شاء الله بنكون متواجدين معكم ذكرت أستاذ محمد أن هناك ثلاث برامج هذه البرامج فيها العديد من الفعاليات من ضمنها الدورة التي ذكرتها قبل شوي شو من البرامج الأخرى والفعاليات الأخرى التي تنظمونها على مدار السنة لهذه الفئة نحن طبعا أكثر شيء نعتمد على الفئة التي هي الحركية نظم لهم برامج يعني تفيدهم مثلا ورش نظم لهم حسنا رحلات ترفيهية جميل لبعض المناطق نستفيد منها حلو هناك يعني نشاطات كثيرة ممكن أنكم تنظمونها لهذه الفئة ويستمتعون فيها وبنفس الوقت يستفيدون من هذه الفعاليات هناك جوانب كثيرة تحتمون فيها أستاذ محمد منها رياضية ثقافية واجتماعية وتأهيلية نريد أن نعرف كل جانب ممكن من الفعاليات التي تضمنها إذا بنتكلم أي شيء عن الرياضي ماذا من الفعاليات الرياضية التي تقدمونها؟ نحن طبعا الفعاليات الرياضية التي نقدمها هي على مشاركة الألعاب الحركية أغلب شيء ونقوم طبعا بمشاركات دولية عالمية ومحلية آخر بطولة شاركنا فيها بطولة فزع الدولية وفي بطولة دبي الدولية للرياضات معاقين وبطولة الشارقة وطبعا نحن شاركين في كل بطولات تقريبا حلو هذا بالنسبة للبطولات الرياضية وبالنسبة للثقافية؟ للثقافية طبعا مثل ما قلت لك الدورات والمحاضرات والندوات والأمور الترفيهية بعد أن نظمها لهم هي التي تعلق مع الدش مع المجتمعية جميل نحن نعرف أن هناك فعاليات تكون مخصصة لذوي الإعاقة وفي مجال أيضا الأشخاص المغير والتسبين لهذا النادي أنهم يشاركون في هذه الفعاليات والأنشطة التي تنظمونها كيف تحاولون الدمج ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع الأخرى من خلال هذه الفعاليات والأنشطة؟ نحن أول شيء نجمع نخص هذه الأنشطة حق المعاقين ومن ثم نستعيب المؤسسات الأخرى لكي يجب أفرادهم والمشاركين بوراهم لكي يندمج معهم جميل ويكون هناك تفاعل من قبل هذه المؤسسات؟ أكيد وفي نفس الوقت نحن بعد أن نشارك نطلع لعبين من عدنا في بعض المثل الفلندية يشاركوا في المسابقات الترفيهية وفي المسابقات التقافية ومسابقة ناد الحمرية يشاركوا فيها التقافية ما شاء الله كل المسابقات متواجدين الحمد لله الله يعطيكم العافية أنزل أستاذ محمد أكيد هناك شروط معينة أمور معينة لليحب أنه ينتسب لهذا النادي ومن خلال هذه الشروط يتم قبول الشخص أو رفضه صحيح؟ طبعا هو الشرط الرئيسي لأنه يكون معاقف في النادي وما في عمر معين؟ لا بخصوص للعمار لا عمر ولا مثلا جنس معين الذكور الإناث ومن كل المناطق طبعا مثل ما تعرفين نغطي من بس مش خور فكان منطقة الشرقية من دباء لين كلباء جميل بما فيها مناطق الفجيرة والمناطق الحدودية التابعة لسلطنة عمان كذلك نستغفهم ونستقطبهم في المجالة شي جميل ويكون في فعاليات تربطكم كلكم مع بعض هذه المراكز المنتشر على المنطقة الشرقية ومثل ما ذكرت سلطنة عمان في فعاليات تدمج المنتسبين في مكان واحد كلهم يدخلون في هذه الفعالية؟ الفعاليات كلها تكون في النادية موجودة واللاعبين كلهم من كل مكان جميع اللاعبين المنتسبين للنادي هم من جميع المناطق في المنطقة الشرقية حلو نحن عرفنا أن نعودكم برنامج شهري وبرنامج سنوي وهذه الدورة لسعافات الأولية التي كانت بالأمس هذه كانت من ضمن الفعاليات السنوية فنريد أن نعرف أحين أجندت الفعاليات السنوية التي تقام بكل سنة غير الفعاليات لديكم فعاليات تقام كل شهر وفي فعاليات تقام كل سنة نحن أغلب شيء منتدى الفكري هذا يكون سنوي يكون مصاحب لبطولة قيمة النادي هي البطولة العلمبية لرياضة المعاقين جميل وهذه بطولة سنوية تقريبا من ضمنها المنتدى الفكري والعلامي الله يوفقكم إن شاء الله الأستاذ محمد أحمد الكندي عضو مجلس إدارة نادي خرفة كان للمعاقين ورئيس اللجنة الثقافية في النادي يعطيك العافية على هذا الحضور يعطيكم العافية وتسلمون على جهودكم التي تبذلونها لإبراز هذه الفئة نشكركم بعد أستاذ على الحضور ونشكرك على تلبية الدعوة شرفنا اليوم شكرا لك